اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة ضمن سلسلة انت تسأل وعالم بها الاحتراف يجيب طبعا راح نبتدأ هذه السلسلة بالإجابة على أسئلة المتابعين وراح نبتدأ بالسؤال الأول اللي وصلنا السؤال طبعا لأحد الأخوة أو الأخوات يطلب من خلال هذا السؤال كيفية التعديل على قوالب موقع فريفيك او بالأحرى هو استفهام عن في بعض الأحيان يتم التعديل على القوالب وفي بعض الأحيان لا يمكن التعديل وطبعا في بعض الأحيان يمكن التعديل بشكل طبقات وبعض الأحيان لا تظهر الطبقات وطبعا يعني يحب أن يعرف كيفية التعديل بشكل مثالي وما هي الطريقة المثالية لتحميل القالب المناسب طيب طبعا في البداية موقع فريبيك هو موقع ضخم جدا ويحتوي على مجموعة من الفئات لابد أنه نعرف هذه الفئات حتى نعرف كيفية التعديل عليها طبعا هذه الفئات كثيرة من ضمن هذه الفئات اللي هي قوالب الفيكتور وطبعا قوالب الصور وقوالب البي اس دي وطبعا عندنا هنا مور اللي هو السلايد جو والايكون السلايد جو المقصود بها شرائح أو حقائب الباور بوينت طبعا بالنسبة للفكتور هي القوالب الفكتورية الخاصة ببرنامج السريتر وطبعا بيها مميزات تكون خفيفة الحجم وعالية الدقة وطبعا يمكن التعديل على جميع أجزائها أما الفوتو فهي عبارة عن صور خام بإمكاننا أن نستخدمها في التصاميم أما البي اس دي هي عبارة عن تصاميم قابلة للتعديل يمكن تعديلها من خلال برنامج فوتوشوب كيف نعرف أنه هذا القالب هو صورة أم فيكتور أم بي اس دي طبعا عندنا هنا من خلال النوع طبعا ممكن نخرج من هنا عندنا هنا النوع هذا اللي هو هنا نعطينا فوتو جي بي جي أو ممكن بي انجي المهم هو فوتو يعني معناه أنه صورة طبعا هنا عندنا تيمبلت بي اس دي وهنانا عندنا طبعا بي اس دي أي أن هذا القالب هو بي اس دي يمكن التعديل عليه من خلال فوتوشوب هنا طبعا عندنا فيكتور اي بي اس فورمات أي أنه قالب فيكتور يمكن التعديل عليه من خلال برنامج السريتر الخطأ الشائع اللي دائما طبعا يعني يحدث عند الكثير من المصاممين هو أنه التصاميم الاي بي اس لا يمكن التعديل عليها من خلال برنامج فوتو شوب أي أنه لا يمكن فتح الطبقات أو طبقات التصميم ببرنامج فوتو شوب بل الطبقات تفتح من خلال برنامج السريتر فإذا أردنا أنه نعدل على برنامج فوتو شوب لابد أنه نحرص أنه نختار القوالب البي اس دي فقط طيب كيف أحمل قوالب بي اس دي فقط من خلال أنه أضغط على بي اس دي هذه الخانة اللي هي بي اس دي وطبعا هذه الخانة ستعرض لي قوالب PSD فقط أي أن هذهElقوالب أقدر أعدل عليها من خلالبرنامج فتوشوب ولكن انتبه ان هناك بعض القوالب تكون مدفوعة تعالف هي تكون مدفوعة من خلال يوجد هذه علامة التاج على القالب أي إن هذا القالب مدفوع طيب اعرض القوالب المجانية فقط من خلال هنا فلتر ويجئ اضغط على فري وطبعا انتظر شوية راح البرنامج يفلتر للقوالب وrarُعرض لي فقط القوالب المجانية وهذه القوالب كلها بإمكاني أن نعدل عليها من خلال برنامج فوتوشوب عدي هنا حملت ثلاث قوالب لثلاث فئات الفئة الأولى هي طبعاً بي أس دي هذا القالب لبزنس كارت بي أس دي راح أفتحها ببرنامج فوتوشوب طبعاً عدي هنا مجموعة من القوالب فقط راح أشغل أداة تكبير الشاشة طبعاً عدنا هنا فرونت وعدنا هنا باك وعدنا هنا مجموعة من الأوامر طبعاً عدنا هنا اللي هي داي كات والبليد اللي هنه علامات القطع يعني إذا أجي أفعلهن هو طبعاً مصمم خليهن مخفيات لعن اختياريات مثل ما نشوف هنا ممكن أنه نحمل الكارت بطريقة المربعات المقوسة طيب راح نخفيها لأن هي مهم وحتى بإمكان أنه نحذفها بشكل مباشر طيب عدنا هنا فرونت وباك الفرونت اللي هي الوجه الأماني والباك اللي هو الوجه الخلفي راح أجي أخفي الباك طبعاً لو أردت أعمل على الباك راح أخفي الفرونت وأظهر الباك طيب راح نجي إلى الفرونت إذا ألاحظ أنه هنا أنا عدي عبارة عن مجموعات جروب فرح أجي أفتح لجروب راح ألاحظ أنه عدي مجموعة للويب سايت وطبعاً عندما أفتح الويب سايت أقدر بإمكاني أنه أعدل على الويب سايت طبعاً ممكن أنه تعديل أضغط دبل كليك على حرف T ممكن بهذه الطريقة وأكتب الموقع أو النص اللي أنا أريده وممكن في بعض الأحيان راح يتعارض الفونت إن الفونت ما متوفر عدي بالحاسب فرح يلبرنامج يغير الفونت إلى فونت متوفر فلا بس طيب هذا بالنسبة للويب سايت طبعاً بإمكاني أنه أغير اللوغو بإمكاني أنه أمسحه وأضيف لوغو جديد كيف أضيف لوغو جديد؟ طبعاً كل شي سهل بإمكاني أنه أغفي اللوغو أو أمسحه وطبعاً من فايل بلايس وأضيف اللوغو اللي أنا أريده طيب هذا بالنسبة للفونت أما بالنسبة للباق بنفس الطريقة ما عدا أنه النص النص في بعض الأحيان البرنامج ما يقبل أو القالب ما يقبل أكتب نص باللغة العربية لا يدعم اللغة العربية شوني أسوي أجي أجرب راح ألقى النص إذا أجي أجرب هنا راح ألقى النص يكون معكوس طيب شوني أسوي به شحالة راح أجي أفتح من قائمة فايل نيوم وطبعاً أختار أي مساحة أي مساحة فارغة وأجي أضيف مربع نص وأكتب مثلاً عالم بها طبعاً النص باللون الأبيض راح أجي أختار مثلاً لون آخر وأكبر النص شوية حتى يبين ورح أجي أخذ نسخ كوبي من هذا النص وأجي اللي هنا أنا يعني أحدد النص القديم وأضغط كونترول فيه طبعاً النص الجديد كلش حجمة شوبي راح أصغره لا بأس أنه نصغره وحتى ممكن طبعاً نختار أحد هذه الأحجام راح أصغر النص وطبعاً راح أختار فونت مثلاً أي فونت مثلاً راح أختار فونت الجزيرة ورح أصغر النص لين فونت الجزيرة فونت سميك طبعاً عدنا هنا عالم بها الاحترافي راح أجي أكتب الاحترافي إذا لاحظ أنه بإمكاني أنه أضيف نص باللغة العربية وطبعاً بنفس الطريقة أغير هذا الناس وهذا الناس وكل النصوص بنفس الطريقة اللي شرحناها طبعاً هذا بالنسبة للBSD أما بالنسبة للصورة الصورة أيضاً صورة إذا فتحتها ببرنامج فوتوشوب ألاحظ أنه هي عبارة عن طبقة واحدة هذه عبارة عن صورة طبقة واحدة يمكن استخدامها بالتصميم أما الفيكتور طبعاً الفيكتور هو هنا نصير عدنا المشكلة عدنا هنا AI وعدنا هنا EBS دائماً نستخدم EBS وإذا جيت فتحتها بالفوتوشوب بهذه الطريقة راح يعرضي الملف بطبقة واحدة أي هي عبارة عن صورة شوف هنا صورة لا يمكن التعديل عليها إلا إذا نريد نضيف ونتعاملوا إياها كصورة أما إذا نحب نتعاملوا إياها كطبقات لابد أن نفتحها ببرنامج Illustrator لابد أن نصب ببرنامج Illustrator ورح أفتحها أمامكم ببرنامج Illustrator طيب إذا أجي هنا نفتح هذا برنامج Illustrator إذا أجي هنا على قائمة Layers أضغط هذه Layers أضغط على هذا السهم اللي تشوفوا أمامكم راح تنفتح لي Sub Layers أو Layers مثل ما تشوفون أو مثل ما تعرفوهن طبعاً بإمكان أنه أعدل على هذه الطبقات وأتعامل إياها مثلاً إذا أجي أضغط هنا أكليك بإمكان أنه أغير اللون مثلاً هنا هذا الجزء بالأسفل مثل ما تلاحظون بإمكاني أنه أتعامل إياها نص مثلاً يعني طبعاً ممكن أضغط على Double Click يعني إن شاء الله راح يتم عمل دورة مجانية على برنامج Illustrator قريباً إن شاء الله وطبعاً مثل ما تلاحظون أقدر أتعامل إياها الأجزاء قطعة قطعة مثلاً هذا الجزء ممكن أغير لونه ممكن أجي من هنا على New أختار اللون اللي أنا أريده وطبعاً أغير طبعاً هذا اللي هو الخلفية Background ويجي طبعاً أختار اللون اللي أشوفه مناسب طبعاً هذه الطريقة على LS Reader ممكن واحد يقول أنا ما أعرف أشتغل على LS Reader ممكن أغير هذا القالب من LS Reader إلى Photoshop نعم نقدر نغيره ولكن لاود أنه عندنا LS Reader من الصب شلون نغير؟ نفتح القالب بLS Reader ونجي من File نختار Export ونختار Export As راح أسمي مثلاً أي اسم مثلاً قالب وأجي منها من الخيارات أختار PSD Photoshop أو Photoshop PSD اللي هو هذا الخيار أختاره ومن ثم Export طبعاً العملية راح أطول شوية وطبعاً أختار هنا أنا 300 اللي هي أعلى شي وضروري جداً أأكد الخيار أنه هو Right Layers أي اختيار Layer ومن ثم موافق أنتظر شوية إلى أن البرنامج يحولي القالب إلى Photoshop إذا أجي هنا أنا للقالب راح ألقى أنفتح عدي قالب جديد و Photoshop طبعاً إن شاء الله قدرنا نجاوب على السؤال اللي تم طرحه في بداية المحاضرة وطبعاً أذا عدتكم أسئلة بإمكانكم أن يضيفوها من خلال التعليق بهذه المحاضرة بتعليقات هذه المحاضرة وإن شاء الله راح يتم الإجابة عليها في المحاضرات القادمة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى